الله معكم أحبائي آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى صباح الثالث من مايو لدينا تطورات هم القوات الروسية تواصل عمليات التقدم خوض معارك في اتجاهات جديدة طبعا هي مستمرة ولكن تتقدم في اتجاهات جديدة منذ أيام تواصل القوات الروسية هذا التقدم إضافة لبعض المعلومات المتنوعة إن أمكن القول حول بعض المواضيع إذلك رجعنا أحبائي تابعوا الفيديو حتى النهاية كالتفق بطوية معلومة ورجاء أيضا لا تنسوا الانضمام إلى القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد حين أنشر أي شيء طبعا بداية سنتحدث عن معلومة وردت حول موضوع الضربات على أوديسسا واستهداف مخزن الذخيرة منذ يومين طبعا قيل أن هذا المستوضع الذخيرة يضم 12 ألف قضيفة من عيار 155 مليمترا 22 صاروخ ستوم شادو 14 صاروخ سكالب النسخة الفرنسية من طراز ستوم شادو إضافة إلى ذلك أربعة مركبات مدرعة وطبعا نحو 20 مركبة مدرعة أخرى طرازات مختلفة إذن أحبائي هذا ما توفر من معلومات ولكنها غير مؤكدة ولن ننتقل مباشرة باتجاه الخطوط الأمامية باتجاه محل جنوب دانياسك حيث تشن القوات الروسية عمليات مستمرة في اتجاه يوروزين تحاول القوات الروسية على ما يبدو السيطرة على البلدة تقوم القوات الروسية بعمليات مكثفة في هذا الاتجاه تمكنت القوات من التقدم في هذه المنطقة والسيطر عليها هذه المنطقة بلون الزهري كما تشاهدون طبعا هذا التقدم كان بعمق تقريب 370 مترا وعلى امتداد 760 مترا تمكنت خلاله القوات الروسية من توسيع السيطرة تأمين على ما يبدو المصانع أو المؤسسات الأولى التي سيطرت عليها في الآونة الأخيرة في هذه المنطقة كما تشاهدون أيضا في هذه المنطقة أيضا هذا المنزل هنا وأيضا هذه المزارع والمؤسسات جميعا تمكنت القوات الروسية من السيطرة عليها وتقوم بتوصيع المزيد والمزيد طبعا تحاول الاقتراب من المنطقة السكنية مباشرة في هذه المنطقة في يوروزين تشاهدون الشوارع هنا لذلك القوات الروسية تعمل بجد في هذه المنطقة ولكن يبقى السؤال الأهم الذي نطرحه منذ عدة أيام هل هي عملية رئيسية أم هي عملية فقط للضغط على القوات الأوكرانية زيادة الجبهات التي تشن القوات الروسية عمليات إضافية بها فطبعا أحبائي لمن لا يعني هناك عمليات يتم القيام بها لخدمة محاول أخرى وهناك عمليات يتم بها هي تكون هدف رئيسي للجيوش لذلك هذا ما سيكشفه الوقت دعونا نذهب باتجاه أفديفكا حيث تواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية في هذا الاتجاه لدينا الكثير من التطورات القوات الأوكرانية تحاول مواصلة الاشتباك مع القوات الروسية تحاول الضغط أكثر فأكثر على القوات الروسية في أرخنينسكي منذ الأمس هناك هجمات أوكرانية مضادة لمنع القوات الروسية من استكمال سيطرتهم على هذه البلدة فكما تعلمون الأوكران نتيجة التقدم الروسي في الآونة السابقة وسيطرتهم على كامل هذه المنطقة كما تشاهدون بلون الأحمر الداكن طبعا باتت عدة قرى وبلدات تحت السيطرة الروسية نذكر منها هي جميعهم سقطت في الأسبوع الأخيرة وبالتالي القوات الأوكرانية هنا بحاجة لمعنويات طبعا بحاجة لاستعادة زمام الأمور ولكن هناك حديث عن فشل كبير في موضوع الدفاعات والتنصيق ووضع النظام بمكان حماية البلدات فطبعا أشارتين هي كانت محصنة أبنياتها شعقة كانت بالإمكان الاستفادة منها لقول الدفاع وتأخير الهجوم الروسي ولكن سقطت بأسرع وقت أكثر مما كان يتخيل البعض أما فيما يتعلق بالخطوط الدفاعية تحديدا الخط الدفاع الأول فنعم كان قد صمت دوقت طوي نتيجة وجود اللواء السبع والأربعين الذي يتميز بمدرعاته وبخبرة جنوده القتالية التي خسائرها لن تعود طبعا فهي مكلفة تم تدريبهم بشكل مكلف وتم تزويده بمركبات ومدرعات مكلفة ولكن كان لديه مشكلة لواء السبع والرعين أن قائده كان من اللواء مئة وثمان والعشرين بمعنى آخر لم يوجد قيادته بالمعنى الفعلي وما تحدث عنه الكثيرون أيضا وليس عنه فقط أما فيما يتعلق بموضوع الدفاعات الأوكرانية فما زال الأوكراني يرهنون على خط الدفاع الثاني المتمثل بسوكيل ونوفو أليكساندريفكا وطبعا نوفو بوكروفاسك تحاول القوات الأوكرانية الصمود في هذا الاتجاه الشمالي وفي الاتجاه الجنوبي تحاول القوات الأوكرانية الصمود في أومانسكي نيتايلوفي وياستوبروديفكا ولكن في نفس الوقت بدأت القوات الأوكرانية تجهيز الجميع نفسيا سواء جنود أم شعب أم جمهور حتى على مستوى العالم لخط الدفاع الثالث هذا هو خط الدفاع الثالث عند هذه الدوائر الصفراء القوات الأوكرانية تتجهز لتقدم القوات الروسية بهذا الاتجاه وبالتالي تحاول أيضا القوات الروسية فعلا العمل على استكمال السيطرة على كامل هذه المساحة هنا وطبعا السيطرة على نيتايلوفي ومحيط نياسنا بروديفكا وعومانسكي وبدأ المعركة التالية باتجاه خط الدفاع الثالث بما يتميز هذا الخط الدفاع الثالث طبعا ما يميزه أن يقع خلف هذه البحيرات والأنهار في هذه المنطقة وبالتالي يراهنون على وجود حاجز طبيعي هذه المياه لمنع القوات الروسية من التقدم بشكل مريح حصر التقدم إلى هذه المناطق بمداخل معينة كما تشاهدون وتشاهدون هنا يوجد تحصينات بالخطوط الزرقائية تحصينات مواقع أوكرانية تحاول القوات الأوكرانية أن تتجهز دعا المعركة المقبلة كما نقول دوما في الحروب يضعون أسوأ السيناريوهات لا يضعون أفضلها ويستعدون لها طبعا لذلك هل ستكون القوات الأوكرانية جاهزة عند الخط الدفاع الثالث هذا يبقى سؤالا مفتوحا طوال الوقت أما فيما يتعلق بموضوع المنطقة رونع الخلينسكي وغيرها فالقوات الروسية تسعى جاهدة للتقدم كما أشمل في وقت سابق للوصول إلى بوكروفاسك أو إلى كوستانتينيفكا أو ما بينهما عند هذه الطريق في هذه المنطقة أما فيما يتعلق باتجاه شاسيفيار تتواصل الاشتباكات ولكن القوات الروسية أعادت تغيير الخطط في الأسبوع الأخير الماضي تقدمت بهذا الاتجاه وتقدمت من هذه المنطقة إلى شاسيفيار وتحاول العودة إلى الضحية الشرقية لشاسيفيار بمعنى آخر تحاول القوات الروسية تطويق المجموعة الأوكرانية الموجودة هنا الضغط عليها بشكل كبير كي تسعى أو كي يدفع للانسحاب إلى الخلف وفي نفسك لقطع الإندادات عنها والقضاء عليها هي خيار من خيارين ولكن هل ستنجح القوات الروسية في ذلك في ظل التعزيات العسكرية التي استقدمتها القوات الأوكرانية لهذه المنطقة هذا يبقى سؤالا مفتوحا الوقت سيجيب عنه أما فيما يحصل باتجاه كوبيارسك فتستمر المعارك بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية استطاعت القوات الروسية الدخول إلى كوتياريفكا تقدمت في شارعين في هذه المنطقة دخلت إليهما بعمق 464 مترا وعلى امتداد 610 أمتار استطاعت الوحدات الروسية السيطرة على كامل هذه المنطقة باللون الزهري أهمية هذه العملية في كسياريفكا وكوتياريفكا كما أشعر من فوقت سابق هي استكمال السيطرة على هذا الطريق الرئيسي المؤدي إلى كوبيارسك الذي يساعد القوات الروسية بداية الوصول إلى كوبيارسك وفي نفس الوقت الضغط على المجموعة الأوكرانية الموجودة بهذا الاتجاه تحاول القوات الروسية العمل والضغط عليها من الاتجاهين كذلك الضغط العمليات هنا في هذه المنطقة يساعد على استقناء المزيد من التعزيزات الأوكرانية من مناطق خاركيف وصومي إلى هذه المنطقة وتخفيف الحجز الأوكراني عند الحدود في حال أرادت القوات الروسية القيام بعملية في اتجاه خاركيف وصومي وهذا ما تحدثت عنه في بداية الفيديو هناك عمليات تخدم محاول أخرى هناك عمليات إشغال عن محاول أخرى وطبعا هناك عمليات تبقى بشكل رئيسي هي الهدف بحد ذاته وبالتالي تتواصل الاشتباكات والمعارك على طول هذه المنطقة أيضا توضيح حام فيما يتعلق باتجاه بارسكوفيفكا الواقع كورب نوفو ميخيليفكا لا صحة لسيطرة الكوات الروسية عليها تستمر المحاولات الروسية للتقدم إلى هذه المنطقة من الجاعة الشمالية ومن الجاعة الجنوبية باتجاه كوستانتينيفكا ولكن لا تغييرات في خريطة السيطرة حتى اللحظة لذلك أحباهي كما تشاهدون أتمنى من حضرتكم دوما متابعة الفيديوهات جميعا كما أشارت في السابق تفعيل جرس التنبيهات لتصلكم إشعارات بالفيديوهات ولكن في نفس وقت قوموا بالتحقق من القناة إن كان هناك أي فيديوهات جديدة طبعا أتمنى من حضرتكم أن لا تنسوا الدعم المادي لعضي القناة هذه القناة مستمرة بدعمكم ماديا التفاصيل موجودة بالوصف الخاص بالفيديو ويمكنكم سؤالي في التعليقات حول كيفية الدعم المادي ليستمر هذا العمل وليستمر هذا المحتوى بالانتشار شاركوا الفيديو على أوصى نطاق رجاءا وشكرا لكم دوما على كامل محبتكم واحترامكم وثقتكم ووقتكم استمين وإلى اللقاء